نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أولى ورش العمل في إطار الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة وخلال ورشة العمل التي تم تخصيصها لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل الوثيقة استعرض مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات أسما الجهري المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها ذلك بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها أو من تخرجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة